طيب عندك ايه تاني? طيب احنا ممكن نكمل في الزمالك شوية. يلا. طيب احنا طبعا احنا عارفين ان جوميز عايز لعيب اجنبي ايجاريا. بالزبط. هو بقى مصمم على ايجاريا بشكل فضيع وهيتأيد في في يناير. هيجيبه في يناير. هو مشكلة ايجاريا ممكن لو عارف يتخلص من اكينيولا. فاكينيولا يتخلص منه ازاي. صحيح. لان ايجاريا فوق السن. بالزبط فاكينيولا يستنوا لحد شهر واحد عشان يعرفوا يبوعوه. ويما ياخد عقده. انت عارف ان عقد اكينيولا عالي جدا في الناس الزمالك. من لون تلتمائة الف دولار لحد الوقت يعني رقم. عايز اقولك ان سامسون اكينيولا قال للمجلس الادارة. حاج اتكلم معي. عايزين تخلصوا روح خلصوا مع وكيلي وقفل الباب عليهم. بالزبط فاكينيولا. يعني بالعربي كده ابجني تجدي. هما بيدورو له يا بندق دلوقتي على بيع من هنا لحد شهر واحد وخلاصوا الراجل مصمم على ايجاريا. واقنع الراجل اقنع ايجاريا ان هو ين اتبار في الملعب وبالاتفاق مع مجلس ادارة وكل حاجة المفروض ان هي كان فيه اختلاف عليها. اي اي دور يا هدو. هو الراجل مصمم عليها. اه لا راجل اهلك ملكوش دعوة. انا عارف انا بيتعاقد مع مين. وانا المسؤول. ما هو عشان كده بقى هو بيفكر اصلا ان هو ان ايجاريا ده يجي عشان لو حصل برضو انت عارف ان الجومز مكمل. فعشان لو حصل حاجة في موضوع زيزو في يناير. محدش عارف بقى زيزو ويروح على فين في يناير. سامسون اكينيولا كان الوكيل بتاعه يحيى علي. اه. واسامسون اكينيولا قال له ما لديوش دعوة بيحيى علي. عايزين تخلصوا معي خلصوا مع المحامي الخاص بتاعي. اه واددوني عقدي كامل. حتدوني عقدي كامل. اه يعني السنة دي والسنة الجاية اعتقد. فمبلغ محترم. هو كان ال هو كان في الكلام في الاول في الاول مع اكينيولا ان هو ياخد عقده السنة دي والمسم دا ويمشي. اه ان هو هو طالب ياخد عقده. فيه مندف عقده بنهاية الموسم لو تم اختاره فسخة عقد ياخد مستحقته بنهاية الموسم بس موسم واحد دلوقتي هو بيطالب بالعقد كله ايه وهو دلوقتي عايز فهو دلوقتي احنا بنتكلم بنتكلم في 100 مليون مثلا بالمصري يعني رقم قريب من دور 98-90 مليون فهو الراجل باقي فهو دلوقتي بيدوروله على البيع وعلى فكرة فيه ناس من مجلس إدارة الزمالك في الفترة اللي فاتت لما كانوا في الإمارات عرضوا على الأندية هناك بعد السوبر صحيح